بسم الله الرحمن الرحيم الدرس بتاع النهاردة هنتكلم عن بدء المشروع وتحديد المقاسات في برنامج الفوتوشاب طبعا زي ما قلتلكم الدورة دي للمبتدئين الناس اللي لسه بتقول يا هادي فالناس المتطورة او عندها فكرة اساسية الموضوع بالنسبة لها مش هيكون صعب واكيد فاهمينه يعني فده السبب ان انا قلت الدورة دي اساسيات مبدئيا لك ان انت طبعا اما تبتدي اي مشروع عادي من خلال الفايل ونيو او من خلال الكنترول ان وفي الكيبورد يعني الكنترول ان فبتتفتح لك تيمبلت او مجموعة من المقاسات الجهزة اللي انت بتحدد على اساسها يعني مثلا لو انت هتعمل صورة يجيب لك مقاسات الصور الدفولت مثلا عبارة عن 7 في 5 انش 3 في 2 انش يعني بيجيب لك حتى المقاسات بالانش تمام ولو انت عايز تحول المقاسات من الانش مثلا للبيكسلز فبتيجي هنا وبعد كده بتدوس بيكسلز فتلاقي مثلا الفين ومية او الف وخمسمية لو انت عايز تحول بالسنتيمترز فبتدوس عليها وبعد كده بيقولك 17 في 12 وهكذا برضو في مثلا المقاس بتاع 4 في 6 المقاس بتاع 4 في 6 ده مشهور جدا في الستوديوهات والكلام ده نفس الشيء اللي 4 في 6 ده يعني 4 في 6 انش اما بالبيكسل هيبقى 1200 في 1200 وهكذا طبعا عندك برضو حتة الوريانتيشن اللي هي عندك نظام نسيت الاسم اللانسكيب تقريبا او اللي هو اللي انت تخلي الصورة تبقى عرضها يعني لو انت الصورة بالعرض او بالطول سامحوني لو ما انسيت عندك كمان انك تحدد بتاع الصورة الدي ايه عندك نظام الالوان او البيت ماب ولا 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 طبعا نظام الالوان ده ان شاء الله نبقى نتكلم عنه فيما بعد فعلي حال عندك برضو لو انت عايز تخش في حاجات اكتر من كده بس اه برضو البيت جراوند لو انت عايز تغير البيت جراوند تخليها ولا بلاك ولا باك جراوند كالر انت ممكن كمان تحدد اللون الاساسي اللي هيظهر لك للصورة طيب اللي يهمنا ان طبعا طبعا لو انت هتعمل صورة في اوالب جهزة وممكن انت هتغيرها بنفسك لو انت هتعمل يجيب لك مسلا الاحجام بتاعت البرنتات يعني مسلا الورقة الطبيعية اللي احنا بنستخدمها بتبقى عبارة عن اه حداشر انش في تمانية ونص انش دي الورقة العادية اللي انت بتنزل اي مكتبة وبتطبعها بالبيكسلز معناها الفين اه الفين خمسمية وخمسين في تلتمية اه تلات تلات تلتمية يعني ده العرض الفين خمسمية وخمسين للعرض يعني الطول نفس الشيء ممكن تحول المقاسيات زي ما انت عايز لو انت هتعمل اه رسم مثلا طبعا هنا بيحاولها لك بالبيكسل بقى بيقول لك الف في الف يعني مربع بوست كارد اربعة في ستة الاخر ويب بيجيب لك يقول لك موست كامن موست كامن ويب موست كامن ده يعني اللي هو المتعرف عليه او اللي هو مشهور يعني المقاس ده اما لو ويب لارج ده لو في حالة مثلا فاتح الويب من شاشة كبيرة الاتش دي اه الف وتمانين يعني شوف انت المقاس اللي نسبك تقدر ان انت تختاره وتشتغل من عليه انا في الاغلبية لما بعمل ويب على فكرة بعمله على الالف التسعمائة وعشرين في الالف وتمانين لو انت هتصم حاجة للموبايل بيجيب لك مقاسات الموبايل وهكذا فيلم وفيديو نفس الشيء عندك تقريبا يعني بص جايب لك لحد الاتش دي تي في ده العادي بس طبعا ممكن تقول هي بتتكرر ليه هي ليه في المقاسات دي انا شافها منها بتت يعني بتتكرر او مقربة او 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 فاقول لك دي المقاسات المشهورة انت لك انك تحدد اللي انت عايزه طيب على اي حال معلش انا لو طاولت في الحتة دي عشان في ناس ممكن انا بتخيل ان الناس بتسألني وانا بجاوبها فده فده السبب يعني خليني اعمل اتخيل ان انا هعمل ويب وهضغط على الويب لارج وهعمل كريت ففي الوقت ده بتتفتح الصفحة البيضة زي ما انا شايف وهلاحظ ان هو هنا مقسم لي هو هنا يعتبر محدد لكن في الاغلبية المفروب بنعمل اللير الاساسية او اللير اللي بتكون الاولانية خالص دي اللي هي بتاعتك دي اللي هي الواجهة ده الشيء الجديد تمام فاي حاجة انت هتحطها هنا بعد كده هتلاقيها بتطلع فوق زي ما احنا هنشوف في الدرس القادم على اي حال اه اتمنى ان انك يعني انا همشي خطوة خطوة معاك فسمحني لو انا هعمل الفيديوهات قصيرة بس عشان تبقى انت مستوعب الموضوع ماشي ازاي فهيا بنا الى الدرس القادم